اشتركوا في القناة ومن منها أنها أهانتني بذلك ولا تعرف أن من أحلام طفولتي أن أزور هذا البلد الذي أخرج في زمن ما قامت في العلم والأدب ولكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمره قالتها لما صعت معها في المصعد مرتديا قناع الوقاية ومراعيا آداب المصعد الوقائية لأجد إصبع من الخلف يدفعني قائلا أخرج أيها السوري لا أريد أن تصعد معنا في نفس المصعد وقد خمن ذلك بعد سماعها لقلق التحية بالعربية لجار العربي يسكن معنا في نفس العمارة وقد صادف أنه خارج من المصعد وأنا داخل إليه فنظرت لها وقلت لو سمحت لا تلمسيني وكأنني أنا المشمئز منها وأنا كذلك والذي لا يعرف معنا الشمطاء هي العجوز التي ترتدي ملابس الفتاة الصغار وتضع على وجهها المجعد يعني مكياج زاد من قباحتها قباحة وأنقص من وقارها لا تلمسيني لو سمحت ولن أخرج وإذا أردت الخروج أخرجي أنت بادرتها بهذه الكلمات لا أجدها تسبني بكلمات بذيئة استحي رجل أن أتفوه بها وأجد شاب آخر في المصعد قد أصابته الحمية والوطنية كيف تقول هذه الكلام لسيدة مواطنة وأنت أجنبي وكأنه لم يسمع ما نعتتني وما شثمتني به هنا ما وجدت في نفسي إلا أن أصمت ليس خوفا منهما أو من الرد عليهما بل لأنني بكل اختصار لا أجد في نعت سوريا أي نقص وأنا في النهاية ضيف بلدهم وما قالت من شتيمة هو من وعاء أخلاق هنتنا فخرجت ولما أشك باب المصعد على الانغلاق أسمعتها كلمة الشمطاء بلغتها ولم تستطع أن توقف باب المصعد لتجيبني وكأنني أخذت بثاري ولكن في القلب حزن دفين هذا الموقف حبتي في الله يعلمنا أمران أول هما أن السيئة لا تعم فقد قابلت في هذا البلد الكريم مئات الأشخاص الذين أمدح بهم ما حييت وقابلت على عكسهم أيضا بل لا أسامحهم ما حييت ومت والأمر الثاني هو أن تحترم مضيفيك وإن عشت في ضيافتهم الكثير فلا تنسى من أنت ومن أين جئت ولما دخلت منزلي وقد اعتدت أن أجلس في الصالون أتسامر مع صديق لي هناك ولكن يومها من ضيق نفسي دخلت غرفتي مباشرة فليس من طبعي أن أبث همي لأحد فأنا متعب من دوام أنهكني ولكن كلماتها ومتعاملها ضاعفت تعبير فحسبنا الله ونعم الوكيل لا سمحك الله قلت في نفسي فكلمة تصنع يوما وكلمة تهدمه لأجد صديقي يطرق الباب عليه قائلا ما لك على غير عدتك يا رجل فأخبرته بما جرى لأجده يضحك ساخرا أهذا الموقف أحزنك وبدأ يحدثني عن المواقف العنصري التي حدثت له لأجد نفسي بموقفي نقطة في بحره فقلت مازحا سمحك الله يا رجل من أين لك كل هذا الصبر أنا لبضعة ثواني كنس أكون إما في السجن أو في المشفى فالرجال كرامة طبعا ما الشو أفضل في الصراعي قال هول عليك وتعلم كيف تعبر من الكلمة السيئة وقد حاورني بكلمات طيبة أعدلت مزاجي وأسرت حالي وهنا عنوان موضوعنا كيف تتعامل مع الكلمة الجارحة سواء كانت مسبة أو عنصرية أو جارحة بشكل عام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويقول أيضا الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الجارحة سميت كذلك لأنها تجرحك نفسيا وقد تميتك فعليا فكم من شخص يعني كلمة جلطته ونعرف قصص كثيرة صحيح وقد تحولك أيضا لشخص فاشل غير منتج نعم لهذه الدرجة لذلك لا بد أن نتعلم كيف لا نجعل الكلمة الجارحة تعبر لأدمغتنا وتفكيرنا لأن من قالها هدفه أن يحيط بك السوء وإلا لما تفوه بها صحيح أول أمر يجب أن تفعله عند تلقي كلمة جارحة هو أن لا تأخذ الأمر على محمل شخصي كيف؟ إذا جرحك أحد ما بكلماته أول أمر فكر به أن ما نعتك به ليس بك فمثلا في موقفنا هي نعتتني بالسوري مش مئزة فهي تبحث عن ثأر الله في كل من يقابلها فلا تأخذ الأمر على محمل شخصي وفكر أن هذا الأمر بها يوجد بها اضطراب نفسي تبحث عن ثأر الله وأرفقت كلماتها الجارحة به لأنه أحيانا قائل هذه الكلمة يندم لاحقا عليها في حال كان صديق وفي لحظة غضب صارحك بكلماته الجارحة فأيضا تذكر أن ما قاله يعبر عن باطنه النفس المجروح فكلماته لا تخصك إنما تخصه هو فعزز ثقتك بنفسك أكثر وإن كانت كلماته تصيبك في مقتل يعني هي بك أيضا على الرغم من ذلك أنكرها على نفسك وفكر أنها به وليس به النقطة الثانية لا تحلل الكلام الجارح إطلاقا لأن ذلك سيجبر دماغك على تقبله وتقبل حقيقته وسيستمر عقلك اللاوعي في تكراره وحفظه وإزعاجك لذلك فكر مباشرة بأمور إيجابية ولا تسند الكلام لك وحدك بل عممه فإذا قيل لك أنت فاشل عممها بالمعنى الذي أخبرتك إياه أو قل أن الجميع فاشلون إذن بتفكيرك هذا النقطة الثالثة أقر بمشاعرك للشخص الذي جرحك مثلا قل له لم أكن أتوقع أنك تعاني من كل هذا الضغط النفسي تجاهي ولم أكن أتوقع أن يصر منك مثل هذا الكلام بالنسبة لي أيضا صارحتها بمشاعري أنك عجوز جمطاء هل نادم على هذه الكلمة؟ نعم لأن النساء في عمرها بحالتها المتبرجة تبحث عن كل ما يلفت النظر لها ولا تجد فمن المؤكد أن كلماتك جرحتها ولكن البادي أظلم القاعدة واضحة احترم تحترم ما قال لك ادفعيلي بإصبعك للخارج أن تكون نموذج أفضل مني في هذا التعامل وصارحها بمشاعرك بطريقة أكثر أدبا تمام؟ فأن تقول لها مثلا لم أكن أتوقع أنك تكرهي الناس لهذه الدرجة وليس كل الناس سواسية وليس كل السوريين كما تعتقدين وأنا لست سوريا وإن كنت أفتخر وليس ذنبي أن سوريا ما علم عليك يعني أنا ما ذنبي أن تبادريني بهذه الكلمات فالناس مقامات والرجال كرامة ولك أن تتحملي حية الشفطة لا لا أخذك أمزع أمزع طبعا وأنا أجد صراحة أن أفضل الإقرار بالمشاعر عند التعامل مع الكلمات الجارحة هي الصمت لأنك بذلك تقلل حجم المشكلة ولا تعطي للطرف الآخر سببا ليزيد في صلاطة لسانه وقد صمت بالفعل عندما تدخل شاب آخر في المصعد وكان هدفي أن يقلل من حجم المشكلة وهذا نوع من الإقرار بالمشاعر النقطة الرابعة بعد تلقي أي كلمة جارحة صارح صديقا وفض فضله هذا الأمر يخفف عنك وإذا كان الصديق الصحيح ستجد أن حزنك تحول إلى سرور نعم بل وينسيك تلك الكلمة الجارحة ويرفع من معنوياتك ليس من طبع كما أخبرتك أن أبثت همي للناس هي طبع في الشخصية لا أكثر يعني بعضكم مثلي وبعضنا مختلف ولكن عندما تملك الصديق الحقيقي هو سيبحث في نفسك عن ما يحزنك ويخفف عنك فابحث عن صديق مواقف لكلام النقطة الخامسة إذا وجدت نفسك ما زلت تعاني من أثار الكلمة الجارحة قم بإعادة الموقف في بالك واكتب رسالة لذلك الشخص بكل ما تشعر من سوء وغضب وعتاب خصوصا إذا كان شخص تجمعك به صلة صلة قرابة صداقة زمالة عبر عن كل ما تشعر أخرج له باطنك السيء ثم مزغ تلك الرسالة إياك أن تنسى تمزيقها وإلا سيحصل معك كما حدث مع الشخص الذي قدل صديقه في هذه الحلقة إياك إياك أن لا تنسى تمزيقها إياك أن تنسى تمزيقها لا أن لا تنسى أيضا إذا لم تشفى من الكلمة الجارحة حاول أن تعيد الموقف في بالك وتتخير ردود بثلية مثلا عتاب عكس الموقف لصالحك ردا يخمد نار الجارح هذا أيضا يساعدك في أن تشفى من الآثار الكلمة الجارحة النقطة السادسة إذا كنت تمتلك قوة في البدن استعملها لأنها أحيانا تصحح مسار لا طبعا أمزع حبتي في الله أمزع طبعا نحن نحضى للعنف طبعا اللسان أقوى من اليد في التعبير هذا أمر مفروخ منه لذلك الناس تغبط من ملك قوة اللسان فهو يأخذ حقه بأقل جهد وبأقوى حجة صحيح هذه النقطة ملخصة أن تظهر قوة الجسد دون استخدامها هذا يقلل من صلاة لسان الجارح أخبرني في التعليقات كيف ذلك وريد أن أرى هل فهمت هذه النقطة بالشكل الصحيح أو لا في النهاية تأكد يا صديقي أن تعاملك مع الكلمة الجارحة مهم جدا في حياتك ومهم جدا في نجاحك بها كم من شخص يشار له بالبنان هذه الأيام عندما سئل عن ماضيها أخبرنا مواقف محبطة حصلت معه بفضلها وصل إلى ما وصل إليه من نجاح فالكلمة الجارحة أحيانا تكون تحدي وحافظ للطرف الآخر ولولا هلما وصل الطرف الآخر إلى ما وصل إليه من نجاح وأعرف قصص كثيرة في هذه النقطة ولكن ليس كل الناس تمتلك روح التحدي أو قوية كفاية لتحول الكلمة الناجحة إلى تحدي وحافظ ونتيجة ناجحة صحيح لذلك إذا لم تستطع أن تجعل الكلمة الجارحة تحدي لك تعلم على الأقل كيف تعبر منها دون أن تؤثر على حياتك من خلال النقاط التي أخبرتك إياها أما أنت أيها الجارح فنحن لا نلومك لأننا في وقت ما كنا وسنكون مثلك فهذه الحياة وهذه فطرة الإنسان الخطأ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فنحن نخطئ ونتوب لذلك نحن بشر ولكن تأكد أن بعض الكلمات قد تكون سببا في دخولك للنار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم في النهاية شاركني برايك في مكان التعليقات حول قصص لمواقف جارها حدثت معك وتفتخر بطريقة تعاملك بها حتى نتعلم منك نحن أيضا ودوتم في أمل الله ترجمة نانسي قنقر